حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني خارجة بن الحارف المزني قال حدثني سالم بن سرج قال سمعت أمة صوبية الجهانية تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد حتى نيحي بن سعيد عن أسامة بن يزيد قال حدثني سالم أبو النعماني عن أم صوبية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد في الوضوء